اشتركوا في القناة برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة المجلس عقد مجلس النواب جلسته الثانية حضوريا من دور الانعقار السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقد تم اختار المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بخصوص المراسم بقانون والمشاريع بقانون والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياط الأجيال القادمة وإحالتها إلى اللجان المختصة بعدها ناقش المجلس الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس وعددها سبعون رسالة اليوم تدين أول جلسة فعلية من بدل الجلسة الإجرائية الأولى الجلسة الثانية ولكن كعمل تعتبر الجلسة الأولى لأعمال مجلس النواب الاقتراحات النواب طبعا كما بيّنوا بعض الأخوة النواب هي انعكاس لمطالب الناس لحاجة الناس وهذا الأمر مؤتما عليه الأخوة والأخوات النواب حسب تصنيف وزارتنا للردود أن 45 رد من الردود كانت إيجابية بمعنى إما موافقة على طلب الرغبة أو أن الأمر هذا متحقق أو أنه جارة تنفيذة أو هناك حلول بديلة للطلب الأصلي والـ 25 الأخرى اعتذرت الحكومة بعدم إمكانية الموافقة عليها تم مناقشة أدات مواضيع في جلسة مجلس النواب اليوم من ضمنها 70 اقتراح برغبة وأيضا اختارات من الحكومة الموقرة بالنسبة للمراسيم بالقوانين الاقتراح الأول هو بما يخص تسمية أحد المنشآت الرياضية باسم الأستاذ المرحوم جاسم المعاودة هذه القامة الرياضية الوطنية أما بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو بما يخص إنشاء مشروع جديد سكاني جنوب الرملي كان لي مداخلة تركزت في الجانب المعيشي للملفات التي ذات صلة بالجانب المعيشي للمواطن أولا عن توطين البحرينيين في الوظائف في الشركات الخاصة اللي تملكها الحكومة أولا الحكومة مساهمة في ملكيتها تحدثنا أيضا عن علاوة المواصلات علاوة التنقل للموظف الحكومة الآن مع ازدياد تعرفة البنسين نطالب أن تزداد أيضا علاوة المواصلات أيضا تكلمنا عن دعم فواتير الكهرباء دعم فواتير الكهرباء سواء لفئات اللي هو الخاصة احتياجات الخاصة لجمعيات احتياجات الخاصة أو أيضا بعض المواطنين أن يكون فيه دعم وفيه إعفاءهم عن هذه اللي هو تعرفة الكهرباء وقد وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن إلقاء أو نغل مكان فعالية سوق الهند الصغيرة والمزمعي قامتها في العاصمة المنمة بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار وإحالة المقترح إلى الحكومة الموقرة مع العودة الحميدة لمجلس النواب في العمل تحت قبة البرلمان في الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس أعضاء المجلس يؤكدون على تحقيق رقابات الشارع البحريني وطموحاتهم بالإضافة إلى تحقيق الرؤى الملكية السامية في المسيرة التنموية الشاملة طلعنا نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين